موسيقى مرحب فيكم مشاهدينا ومستمعينا من وين ما كنتم عم بتشوفونا أو عم تسمعونا اليوم بانتربيو رح نحكي عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع ككل وعلى جيل الشباب بشكل خاص وهالصناعة يلي مؤخرا عم نعرفها عم نشهدها أداش غيرت بالمجتمع رح نحكي كلها المواضيع مع المتخصصة بوسائل التواصل الاجتماعي دوريس سخن أهلا وسهلا فيك تانكيو شكرا على الاستضافة دوريس أنت معنا اليوم خلينا هيك بالبداية للناس يلي يمكن مش كتير متعمقة بالشغل على وسائل التواصل الاجتماعي نفسر لهم شو يعني تواصل الاجتماعي بالأساس حتى ننطلق لموضوعنا الأساسي صحيح أوكي نحن إذا نرجع شوي بالزمن خلقت أول شي بين الانترنت اللي هو كان البداية قبل السوشيل ميديا يعني عم نرجع نحن لخمسة وعشرين سنة تقريبا بلاس أو ماينس بعدين صار في عنا مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي كانت الحافظ لأنه الناس تقدر تتفاعل مع بعضها تعرف خبار بعضها تعرف شوما بيصير حواليا بهالدنيا فكانت مواقع التواصل الاجتماعي هي شغلة مفيدة جدا جدا اللي هي نقلتنا على الدنيا أكيد غير اللي كنا نحن عايشينها يعني نحن إذا نتذكر نحن كيف كنا عايشين طفولتنا اللي هي كانت غير عن هلأ الجيل هيدا كيف عايشها الطفولة يعني نحن ما كان في مواقع التواصل الاجتماعي لا كان في انستا لا في كان تيك توك ما كان في فيسبوك يعني نحن أول بداياتنا هيك وبس صرنا كنا نشوف الدنيا ما كنا يعني محصورين بهالشاشة البغيرة صحيح فهي الغية كانت تبع مواقع التواصل الاجتماعي تتقرب الناس والمجتمعات من بعضها يعني انت بهالبلد الصغير صرت تعرفي بالعالم الآخر شو عم بيصير شو فيه اشياء طبية تكنولوجي دراسية يعني كانت عم بتقدم المجتمع للأفضل نعم فجأة بلشت هيدة مواقع التواصل الاجتماعي تنقل من النعمة إلى نقمة طبعا وهذا اللي عم نعاني منه حاليا خاصة مثل ما ذكرنا تأثيرا على جيل الشباب ولما بنقول جيل الشباب يعني بداية بالمراهقين أو حتى أصغر مثل ما كنا عم نحكي أنا ويكا نحت الهواء لأنه فيه أعمار كتير صغيرة عم تتسلم هاتف أو شاشة معينة بيقدروا من خلالها يغوصوا بعالم الانترنت وعالم مواقع التواصل الاجتماعي صحيح؟ صحيح هلأ نحنا إذا نرجع كمان رح نرجع شوي لنحنا عصدنا يعني نحنا بتذكر يمكن كنا بالعشرينات كان بلش التلافون عبيطلع بينما هلأ بهذه الفترات وخصوصا إذا بدك قبل كوفيد بكم سنة صار الولد بس يصير عمره 7-8 سنين ما بعرف الأهل على أي أساس بيصيروا عم يعطوا أولادهم تلافون ويفوتوا على السوشيال ميديا بس مش هون المشكلة المشكلة إنه الأهل ما عم بيكون عندهم وقت هلأ هني عم بينعطوا هيدا التلافون لأنه الأهل عم بيزيحوا شوي لولاد ما عملهم الأهل لأنه كمان هني ملهيين بأشغالهم بس هني عم بيزيحوا بس فيهم بمحل معين نحن نكون واضحين ومنطقيين وصارحين ونسمى الأمور مثل ما هي لأنه في مسئولية تترتب على العاية الأهل بهذه الفترة مضبوط سلس صح وخصوصا إنه أنت عم بتسلم الولد وعم تفتحيله مثل باب على عالم كتير كبير يعني نحنا ناس كبيرة وواعي ومر علينا كتير إشي بها الدنيا بعدنا لهلأ مش بعدنا سراحة بعدنا صرنا كتير عم نتفاعل عم ننصدم وعم ناكل الضرب بالسوشال ميدي فكيف الولد لبعضه صغير يعني بس بكون تسلموا هالولد هالتلافون قبل ما نسلموا نكون عاملين له بروتكشن هذا هو أولا أولا كتير كتير مهم الكومنيكيشن التواصل بين الأهل وولادهم وهنا منحكي بعض أكتر عن الموضوع نعم السلبي لأنه نحنا هلأ صرنا عم نشوف السوشال ميديا بس كشي سلبي بطلنا عم نتذكر لأنه نحنا هلأ يعني وهيك عم تستنفذ كل قدراتنا السوشال ميديا بس خلينا نذكر أنه السوشال ميديا للمراهقين ولا الولاد هي لأنه من وراها بيتعلموا أشياء جديدة بيكفوا دراساتهم بيقدروا يعملوا جوجل يشوفوا أي شيء بس هالسايت لازم يكونوا محميين فيهم بس هاي دي هون المشكلة لأنه نحنا منهم كل السايت هني في عندهم مثلا جوجل ما فيه يعني الولاد شو ما كتب رح يطلع له كتير أمور هون في الأهل هون بدقى عليهم المسؤولية عليهم أنه هني وجهوا هالطفل يعني إحنا بعضنا ما صرنا مراهق بعضنا طفل فيه مثلا عن يوتيوب فيهم يفتحوا لهم لتشانل الخاصة فيهم يعني يوتيوب يعني أثر هيدا المسافات بس بيئة لبلاتفورمز لا صحيح فهون بطلنا يعني سرنا عم نحس أن السوشيال ميديا صارت بس هال نيجاتف امباكت بطلنا عم نشوف أنه لأ إلى إيجابياتا فنحن هون هلأ عم بلشنا نشوف السلبيات كتير خصوصا أنه هالولاد كل نهارو أول شي بالمدرسة قاعد على اللابتوب وعم بيشوفه أونلاين بس باللابتوب تحت إشراف المدرسة معلمته أكيد بيجع بيجع البيت يعني ما بلاحق يتغدى اكزاكلي هو أحد البيت يعني بده يكله وحاتت الشاشة بطل فيه أوشي محادث بينه وبين أهله معه وواصل مباشر مع الأهل وبالتالي هيدا كمان بتخليه يصير فيه مشاكل نفسية لعدم عدم التواصل يعني بين الأهل والطفل اللي بيودينا لأمور كتير سلبية مزبوط مش بس هيك يعني بتحسي صار الولد مقتصر حياته كله على هيدا الجهاز اللي هو كل الوقت عم بيكون مقابيله صحيح يعني الولد نوع من الدمان اكزاكلي أول شي هيدا شي مانو صحي تاني شي الولد عم بيروح إن كان مش عم بيشوف إذا ما قلنا سوشيال ميديا عم بيشوف الجيمز يعني كمان ومؤخرا صاروا الألعاب الإلكترونية أسوأ بكتير لأنه أغلبيتهم قتل أغلبيتهم تحديات وأمور يعني أوقات عم بتكون حتى مخالفة للأداب خلينا هيك نوضحها ولا مثل ما هي والأعمار الصغيرة إيه ما في لأن ما في توجيه ما في إرشاد ما في رقابة ما في رقابة لأنه قد ما أنت بديك تريق بالسوشيال ميديا وقد ما بديك تريق بهالإشاة اللي عم بتشوفها بيشوفها الولاد بيضل ما بتقدريت عملي كنترولي عليها كلها أنت عم تفتحي على عالم كامل يعني هوني وجبات الأهل كانوا هنه الولد صغير ولا مراهق وجباتهم أنهن يكونوا عم يتواصلوا مع أولادهم يعني أنت برقيك المسؤول الأول والأخير هو الأهل الأهل هنه الأساس أول شيء هنه يعني لنخفف من تأثير السوشيال ميديا لازم يحطوا وقت محدد أنهولادهم لازم يكونوا قاعدين على هالشاشة ممنوع يكونوا قاعدين أكتر من ثلاث ساعات كتير كمان ثلاث ساعات كتير بس أنه بين درسهم لأنه يتوجب عليهم أن يكونوا على الشاشة أو على اللابتوب وبين ما أنهن يفوتوا مثلا لاتسي أنه بيلعبوا وبين ما يشوفوا التيك توك هوني اللي هي أخطر بلاتفوم أنا باعتبرها وبين ما يشوفوا شو عم بشوفوا أولادنا على تيك توك دوريس على تيك توك هو هيدا المنصة اللي أكتر شيء منتشرة يعني بين الفيك نيوز بعدين شو أنا كتير بتحديات عم بتصير على منصة تيك توك قدت لانتحار أوقات قدت لأولاد للأسف يعني فقط وين الرقابة وشو عم بشوفوا أولادنا هيدا المشكلة أنه الأهل ما عم بيتابعوا ما عم بيشوفوا أولادهم شو عم بيشوفوا على تيك توك الاشياء هيدا يعني الولد هو تلقى يعني بده يصير عم بينفز هيدا الشغلة ما هو ما عم بيستوعب لهيكي بنرجع لأهمية أنه التواصل بين الأهل والولد هو الأساس الأساس يعني لازم يكون في صحبة بين الأهل والولد مشان يقدر هيدا الولد يجي يقلهم أنه ماما أنا شفت هيك 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 لازم أنت مجرد ما أنت عطيتي هالولد هيدا هيدا الجهاز تكوني أنت عالقليلة عم بتعملي ستاب وتشوف شو عم بيشوف عالقليلة بقته يخمس بنهار وتفوتي تشوفي ورا شو كان عم بيشوف شو شو الاشياء اللي لفتته وين لفتته لتقدر يتعملي مثل فلو أب عليها هلأ في بعض المنصات فيك يعني فيها تكون ريليتد للتليفون الأم أو للأكاونت تبع الأم لحساب الأم لحتى شو ما بيشوف يطلع عندها وهيدا يمكن بننصح فيها كل الناس لحتى يقوموا عبراء فيك بس في أشياء محلات ما بتقدر هي تعمل بين جهازها وجهاز الولد فضروري إذا أنت بدك أنه مصرّة تسلمي تليفون على القليلة بس قبل ما ينام الولد مش أنه اللي تسقف فيه بدك أنت تكونها بتتحدثي معه وتشوف تليفون ستل أنت بعده هيدا ولد صغير قدامك بيحقلك بيحقلك شوف تليفون هيدا من مسؤولياتي وتتبيحسي معه مش أنه لأ نعيط لأ نحنا ما بدنا نعيط وإلا ساعاتها بصير يخفي الولد هيدول الإشياء صح ويمحي صحيح أنت مفترض تشوفي مثلا شفتي أنه هالولد شيف كذا فيديو إشياء منا مضبوطة أولى أكبر من عمره بكتير صح مفترض نتحدث معه يعني خصوصا مثلا إذا بدك بالإشياء اللي هلقعة من واجهها لنفوت بقصة باربي يعني الولد أكيد عبدو يسأل أنه ليه هيدا الإشياء ليه هتفاعل على باربي ليه أنه ممنوعة طب ما عم بيشوف رح يشوف أنه على السوشال وهو العرض أصلا الفيلم على اليوتيوب بدون بدون السينما وردين عرض فإنه لازم ضروري الأهل يعني عم بيكونوا قريبين خطوة وعم بيستبقوا الأحداث أنه يخبروا الولد أنه لأ هيدا الشغلة أنه ما بدنا إياها لواحد اثنين ثلاثة أو نحنا مش هيك مفهومنا أو مش هيك الدني بس هيدا it's a movie it's a movie ما ضروري نحنا ننجار فيه بس كمان برجع لشغلة كتير مهمة أنه استل مواقع التواصل الاجتماعي إلى أهميتها ولح الفط نظر عشي اللي هو كتير نمهمه ونحنا اللي هلأ عملنا عم نشوفه يعني بس عم بيكون في عنا قضايا إنسانية أو حالات اغتصاب مثل اللي هلأ شفناها مؤخرة يعني لو ما وجود مواقع التواصل الاجتماعي نحنا ما عم نشوفها الولاد عشو عم بتعرضوا يعني عم بتضوي بلس إنه الناس عم تتفاعل وعم بتأثر على الرأي العام يعني هي صار إلا كمان توجيهة إذا عم نحكي عن جيل المراهقين خلينا هيك نفصل لهم شوي للمستمعين والمشاهدين جيل المراهقين نعم أي بلاتفورمز هي الأفضل لحتى يكون متواجد عليها هو المشكلة إنه ما في بلاتفورم مفضلة أكتر من التانية أوكي بس الأهم شيء الأقل خطر الأقل خطر ما فيه يعني يمكن إذا بديك للفيسبوك بس إنه سيل فيسبوك فيه إشية كتير عم تتداول على الفيسبوك اللي هي خطرة ما لازم يشوفوها لولاد بس إنه ما عم بيستحسنوا الفيسبوك عم بيحبوا التيك توك أكتر لأنه التيك توك بيروح على الانتوريس طبعي ويمكن لما بيعمل الأكاونت حسابه على تيك توك في عمر ما بيسأله ما بيسأله بغير بغير من في عمر صح فتيك توك مفتوح للجميع وما فيه رونز ما فيه قوانين تيك توك بحد زيتا وهيدا الخطر بكله للموضوع هذا بأثر على طريقة التفكير وطريقة التصرف يعني هو إذا منشوف نحن تلتر بيع الأخبار الفيك لجوينج فيرل وابتكار الأخبار وابتكار غير صحيحة غير صحيحة والفيديوز اللي هي ما بيركبوها وخصوصا هلأ مع تواجد الأي آي يعني صارت تيك توك هالمنصة اللي تجذب الجميع واللي هي عم بتوجهنا يعني هي عم بتغير تفكيرنا وعم بتأثر على تفكيرنا وعى البيهيفير تبعنا وعلى نفسيتنا كمان عم بتأثر فإذا نحنا عم بتأثر على نفسيتنا كيف الولد يعني في كتير إشي عم بتأثر علينا أكيد فأكيد ولادنا عم بتأثر وبهيدا الشيء دوريز كان متخصصا أنت بي وسائل التواصل الاجتماعي برأيك هل ممكن وضع ضوابط لاستخدام هال مواقع يمكن من الدولة أو حتى من البيت أو حتى من يعني من المدرسة يمكن ببعض الأحالات كيف ممكن نخلق هالضوابط نحن بهيدا العالم الواسع نحن بنا نحل أمورنا بزيتنا يعني بنرجع للبيت هون أول حل بنا نرجع للبيت وقت يكونوا الأهل عم بينظموا أوقات لولادهم بيكونوا عم بيشوفوا على السوشيال ميديا أو على الانترنت وقت يحدوا لهم من هيدا الشيء وقت يلزمون إنه لأ بدكن تطلعوا تلعبوا لأ بدكن تشوفوا أصحابكم لأ بدكن تقعدوا معنا هون بنشنا بأول حل بيرجع نحن عم نتوسع لأكتر من هال انتراج اللي هو بيتنا التاني اللي هو المدرسة اللي هي كتير مهمة إنه المدارس يكون فيه توجيه توجيه للأهل توجيه للولاد يكونوا عم بيعلمون عم بيعلمون إنه مش بس إنه شو بتنا نحط عالسوشال ميديا وكيف ندور يعلمون إنه نحن هلأ في عنا واحد اثنين تلاتي عالسوشال ميديا نحن لازم ننتبه ونحن إذا بدنا نحكي بس على لبنان على بس بهيدا البلد الصغير اللي نحن أصلا ما في قصص ولا ضوابط بأي محل من المحلات فبني يكون الاشتهاد شخصي طبعا نرجع لالبيت مدرسة بيرجع للمجتمع بحد ذاته لأنه إنه المجتمع هو يكون عم بيعمل دورات عم بيعمل مثل توعية وإرشاد للأهل والأولاد والأولاد مع بعضهم بس بديك تبلش بالأهل لأنه الأهل هني في منهم منهم ضليعين ومنهم فاميليار مع السوشال ميديا وما بيعرف يتعاملوا معه أيضا فكتير المهم أنه أنت تواعي الأهل لا يقدر يربوا هالجيل ونواعي الأهل كمان على فكرة أنه مش تايحل عني كنت شرب قهوتيك على رواء تعطيها هالجهاز ما علي خلينا نحكي الأمور مثل ما هي يعني منشوف حوالينا كتير أنه بفهم الأمة يمكن شغلك النهار تعبيني بدأ شوية وقت لحالة بس أنا برأي أنه ممكن تلهي هالطفل أو هالولد أو هالمراهق بمئة شغلة غير يعني الألعاب الإلكترونية أو حتى التليفان أو حتى الآيباد لأنه يعني من وراهن عم نفوت بمشاكل كتير كبيرة ما منعود نخلص منها وحتى عم تأثر على نفسية هالطفل يعني مزموط يعني فيها إذا بدأت تبلش إذا الأم مثلا هي تعبيني وما عندها يعني فضاوي وما عندها شوية وقت وحب أنها تعود شوية لوحدة طب ليه ما منعود الولد يكون فيه عنده مسؤولية تيجي حاله على الأل يعني مثلا يقوم يكنس يقوم يمسح يقوم يزبط تخته يقوم يزبط تيابه طب ما هوني بيبلشه ايه من هيد القشة بيبلش الولد عنده نوع من المسؤولية تيجاه حاله أول شي طبعا وتيجاه بيته طب وهيكي بتكون انت ليهي الولد وتكون يعطيته شيء أنه يكون حافظ أنه ينمينه شخصيته مش يرجع على ورا صحيح بلاس فيكي انت تعملي مثلا كمان هالإمميات عم بيعملوا مثل دهرات لها الولاد كمان يدهرون خلي الولاد يشوفوا الولاد مع بعضهم يعني يكونوا عم بيتحدثوا عم بيلعبوا الألعاب عم جد فيه كتير ألعاب ممكن يلعبوها كانوا في فوتبول كانت نحن نقول أنه على قيمنا كان يمكن ننزل نلعب تحت البنية أو حد البيت كان فيه أمان هلأ الأهل بفهم كتير منيح أنه بيخافوا بس لأنه يمكن ببعض الحالات عم بيكون مدفوع فكمان يعني كله بيلحق بعضه بس نحنا لما نقرر نكون عم نعم الرقابة على أولادنا أكيد منقدر ولما نكون أفضل لألون أكيد منلاقي ألاف الحلول مهم يكون بالنا شوية طويل بدأ مني كم نصيحة دوريس للأهل يمكن هني كيف يبلش هني يخفف لأنه نحن من ساعة من نوع الصبح أول نعلم أن نتلع بالتلفون وصار عادة وصار شبه أدمان فشو نصيحك للناس يلي هل قد معلقة بمواقع التواصل للاجتماعي يعني خلينا نبلش من حالنا هي أول شي هيد الخطوة بحض زيت وقت نوع ونطلع بالتلفون نحن أول شي ضربنا عيوننا وهيدي أنا دائما بقولها لحالي لأنه أول ما بوعى بمسك هالتلفون وبتطلع لأنه نروح الحشرية لنشوف شو صار شو فيه من نصل من حكي قدي هالقد ضروري خلينا نبلش أنه هيك شوية نرجع للحياة السابقة نقوم نوع رواء نحقين يعني الخبر المشع رح يوصل كانوا طلعنا على التلفون ولا ما طلعنا رح نعرف بس أنه خلينا نقوم على رواء نبنش نحنا نضبط حالنا نحدد قد نحنا عم نقود على السوشيال ميديا لأنه هي مش بس عم بتأثر على أولادنا نحنا عم بتأثر علينا وخصوصا هلأ هلأ لأنه نحنا رايحين على محلات بعض أكتر وأكتر وأكتر فنحنا ما عارفين لوين واصلين كتير مهم أنه نبطل نقعد هيدا الوقت على السوشيال ميديا هي واحد اتنين ما نصدق كل شي عم بيكون عم بينحط لأنه ثلاثة ربع الأشياء اللي عم تنحط على السوشيال ميديا it's fake ما نتاخذ بالمظاهر المية بالمية وخصوصا مش بس كذابي يعني ثلاثة ربع الفيديو عم بيكونوا فيك الأخبار اللي عم تنزن يعني حتى في مواقع إخبارية عم مضللة عم بتكب الخبر على الواتس أب إنو لاتساي something happened في شي حدث ما عنده مصداقية وللأسف عنا بي الدولة ما عنا مين عم بيتابع حتى الأخبار شو عم تنشر كله بهمه وصار قدي بيزب مشاهدين exactly ومين سبق مين فنرجع إنو نحنا لازم أول شي نحد من وقتنا عالسوشيال ميديا لأنه بتخيل إذا حدينا رح نبطل نتفاعل هالقد مجدر نكون up to date بكل شي رح توصل الأخبار رح توصل هي أول تاني نجرب قد ما فينا بس نرجع لمصدر الخبر فيما يتعلق بولادنا بالأخبار اللي حوالينا نرجع شوي للسورس sometimes it's hard يعني مش دغري رح تلاقي مصدر الخبر والموثوق مية بالمية بس كتير ضروري نستعين بالمواقع هي الإخبارية عن جد صحيحة يعني عم تعطينا الموضوع مثل ما هو مش إنه عم بتبهر وعم بتزيد هيدا اتنين تلايتي نجرب نحكي قد ما فينا نحنا أولادنا نحنا وعائلتنا ما تكون بقى حياتنا الاجتماعية بسي عمواقع التواصل الاجتماعي صح لا صحيح 10-11 سنة عم بتقوله شيل التليفون من إيدك تطلع فيها وقالها أنت بتقعد أكتر مني فبدي أقول هيك لأمهات بشكل خاص أنه أنت الماضل بالنسبة لابنك أنت رح تكون المثال الأعلى فمنك هو بيتعلم وأكيد من والده فنحنا خلينا نحنا نحنا نحط لنفسنا ضوابط لحتى أولادنا بتليق نعم نحنا بحالنا إذا كل حدا مننا هو عمل ستبلا قدام كنا رح نعمله صحيح بس إذا ما حدا مننا عمل أي شيء ما رح نعمل شيء صحيح يعني الحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي ما بيخلص وعلى أمل يكون عنا حلقات لاحئة نحكي عن مواضيع أكتر إذا الله بيريد أنا بشكر وجودك معنا نرسخن شكرا كتير لإلك على هالحلقة الحلوية شكرا لإلك كمان شكرا لإلكم مشاهدينا ومستمعينا خليكن معنا دايما نعبر صوت البناء اشتركوا في القناة